اعتراف روسيا بانفصال منطقتين لغانسك وادونسك في اقليم دنباس شرق اوكرانيا اثار ردود فعل غاضبة في المعسكر الغربية فالدول الداعمة للرئيس الاوكراني فلودوميرزلنسكي سارعت بالتلويح بورقة العقوبات بمستويات مختلفة اقواها كان من المانيا التي اعلن مستشارها تجميد عمليات انشاء خط الغاز الجديد نوردستريم 2 وهو ما سارعت بقية الدول الغربية بالترحيب به بريطانيا لم تتخلف عن الركب ففرضت عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة من كبار رجال الاعمال الروس متوعدة بمزيد من الاجراءات الكفيلة بعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي اما واشنطن التي كانت ابقت باب الحوار مفتوحا حتى قبل الخطوة الروسية فحضرت اي استثمارات او عمليات تجارية او تمويل للمنطقتين الانفصاليتين فرنسا التي قاد رئيسها جوالات عدة من الوساطة رفضت الخطة الروسية بقوة مشيرة الى دعمها لعقوبات على روسيا مع تمسكها بالخيار الدبلوماسي النيتو الذي اشعلت رغبة اوكرانيا بالانضمام اليه الازمة الحالية دعم سيادة واستقلال اوكرانيا فيما لوح الاتحاد الاوروبي بعقوبات تضاف لتلك التي ستفرضها الدول الاعضاء اوكرانيا بدورها باتت تبحث قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وهو ما حذر منه الكريملين كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ردا على اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في اوكرانيا لقد تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للبت في مسألة قطع العلاقات مع روسيا نحن ندرس الامر بجدية الخارجية الروسية دعت الدول للاعتراف بدونيسك ولوغانسك فيما شكك الوزير لابروف في امتلاك اوكرانيا كافة العناصر القانونية اللازمة لسيادة